السلام عليكم ومرحبا بكم بفيديو جديد على قناتي وقناتكم سلام بيوتي كنتم من أسكنوا على خير وبخير يوم شاء الله غادي نشارك معكم مكونات لحسة الفلالية اللي عندها وحد صيت وعندها وحد شهرة كبيرة وهذا شي هذا كيرجع النتيجة اللي كتعطي البنات كتعطي وحد نتيجة زوينة بزاف فيما يخص تسمين الجسم وإبراز تداوير الأنتوية هاد الاحسة الفلالية كي ياخدوها الناس بوحدة ما اللي هو مرتفع جدا أنا سمعت بأنه غير خمسمية جرام منها كتدير يعني كتراوح ما بين ثلتمية حتى ربعمية درهم يعني الكيلو غادي تقامع لك بشي ستمية ولا ثمانمية درهم وهو تمان لي هو غالي جدا مقارنة مع المكونات ديلي هي صراحة كتكون هالزبزب ديلي المكونات ومكونات اللي كتكون شوية غالية مش يقول شي غالية فيها شي حوي جدلي هما غاليين ولكن نجري وتنعيه وما غديش توصل هادك تعمان ما توصلش تستمية ولا ثمانمية درهم غالية بزاف علش الله ما تحضروهاش بنفسكم تقامع لكم اقتصادية رخيصة وشي حاجة اللي انتي حضرتها بنفسك لأنه يعني صراحة ما كتعرفوش أشنو زيدين في هادي كل اللي حسن فيها ريار كان بعض الخطرات أنا ما كنقولش الكل ولكن بعض الخطرات كانين شي تاجيرات اللي كيزيدوا حبوب ديال أوكي بي ولا ديال أورا ديكسون ولا شي حاجة في حالكة باش انتي تباليك النتيجة ضغية ويعجبك الحال وتعاودي تقديم من عندها مرة اخرى اخرى ولا ولا تبينيها لناس اخرين او لا تصيفطي لها كليان اخرين فانا كنقول لكم دائما شوفي اختي شمري على كتافك وحضريها شي حاجة غديريها الراسك ارا ما كينما احسن من نفسك انك تديرها الراسك ما كينما احسن منك انتي انك يديريها الراسك دوك اليومانا غادي نعطيكم المكونات دياله وحضروها بنفسكم علش الله مع انه هنا غينو دوليه بزاف تير تاجيرات ما غاديش يعجبوهم الحال فبلا ما نطول عليكم غادي ندخلو باش نشارك معاكم المكونات ديال الاحسن الفلالية كنقولها وكنعود نأكد عليها حضروها بنفسكم بنفسكم غادي تقام عليكم رخيصة وبنسبة النتيجة ديالها ما نذكروش عليها النتيجة ديالتها فعالة جدا البنات في تسمين الجسم اذا الغزالات جالية غادي نبدأول الفيديو دياله على بركة الله ونشارك معاكم المكونات ديال الاحسن الفلالية كنت لكم دوك اول حاجة غادي نحتاجوها هي الطمر غادي نحتاجو ايضا الزبيب او للعنب المجفف من الاحسن على انكم بديرو الزبيب لكحل غادي نحتاجو الزنجلان او للسمسم اللان الكوكو او للفول السوداني اللوز غادي يحتاجو ايضا الكاجو القرقاع الحمص الصوجا او لفول الصويا غادي يحتاجو الحلبة غا نحتاجو ايضا الفوة بالنسبة الناس اللي عندهم فقر الدم يزيدوا الفوة غا تكون مفيدة جدا لهم وحتى الناس اللي عندهم مش فقط دم يديروا الفوة لانه عندها بزاف دية الفوائد لجسم ديانه غا نحتاجو ايضا القوفيو القوفيو هادي خطيرة جدا ان شاء الله مستقبل انا نشارك معكم بزاف دية الوصفات بها اللي كيعطو حد نتيجة واعرة 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 في تسمين الجسم واخر حاجة غادي نشاركها معكم او لاخر مكوين هو الباديان هذا الباديان او لنجمة الارض كيبقى حتى هو من الحوياجات اللي كتزيد في حجم المناطق الانتوية وكتبرزها بالنسبة لها المكوينات هذي كلها باش غادي نخلطوها غادي يحتاجو العسل ضروري تديروا عسل حر ما تديروش العسل ديال السكر لانا كنت لكم غادي نديروش حاجة اللي هي صحية الناس اللي عندهم سكرية وما برغنش يديرو العسل ممكن يتفادوا يديرو زيت الزيتون او لا يخلوها ناشفة انا غادي نقول لكم بعد كيفاش تستعملوها ناشفة لابا غادي ندوزول طريقة تحضير العسل الفلالية اتاخدو هذيك الحبوب كلها الزنجلان إيلان كوكو اللوز الكاجو الحمص الفوة الصوجة هذي المكونات هذي كلها غادي تتحمروها في مقيلة طبيعا كتجيبو ذلك الشي اللي غادي تتغسل كتغسلوه ضروري تنقيو هذي الشي هده كتتحمروه في مقيلة ولا في الفران وكتتحنوه بالنسبة الحلبة والقرقع ما تحتاجوش انكم تتحمروه معدو كتتحنوه مباشرة من بعد كتت ما كتتحنو هذي النواشي في هذي كلها كتزيدو عليها القوفية اللي كتكون هي ديجة كتكون عبارة عن مسحوق او لابودغ وبالنسبة التمر عندكم الاختيار يا كتتاخدوه اصلا توما كتتاخدوه معجون راكي تباع المعجون ديال الطمر اللي كنديرو في الحلويات او لا كتتاخدو دك الطمر كتتفوروه يلي كنتو غا تفوروه من الافضل تديروه معا حتى الزبيب تفوروه وصافي كتحيضوه من فوق البوطة وكتخلطوه مع ديك المكاونات كلها اللي طحنها من قبل كنجمعو هذي الشي هاده بالعسل الناس اللي غايديرو العسل اللي يديرو كبتلكم عسل الحر الناس اللي ما غاديش يجمعوه بالعسل يجمعوه بزيت الزيتون صافي وهي اللحصة الفلالية وجدة حاضرة ناضرة عندكم ممكن بنسبة لطريقة الاستهلاك ديالها كتاخدوه معلقة كبيرة من بعد كل وجبة يعني معلقة كبيرة من بعد الفطور معلقة كبيرة من بعد الغداء الناس اللي كبتلكم عندهم مرض السكري وما باغينش يديرو فيها العسل يخليوها هكا كنجفة يوضعوها في شقري عادي زيج تكون محكمة الغلق وياخدو معلقة كبيرة يديروها في كاس ديال الحليب دافي يخلطوها وياخدوه من بعد كل وجبة يعني من بعد الفطور ومن بعد الغداء وكذلك من بعد العشاء هاد الاحسل يديرها جبارة جدا وقوية جدا في تسمين الجسم وكذلك كتبرز حتى المعالم الانتوية ولهنا حبيب داليا غادي نكون وصلنا نهاية الفيديو حاولت ما امكان نعطيكم جميع المكونات ديال الاحسل الفلالية وكذلك طريقة التحضير وطريقة الاستعمال دالها كنتمنى يكون الشرح واضح اي وحدة او لاي بنت ما فهمتش حاجة ممكن تخليليه تعليق دياله تخليليه سؤال دياله ان شاء الله ان شاء الله غادي نجاوبكم وهنا كيف تلكم غادي يكون وصلنا نهاية الفيديو وكنتمنى نكون فيتكم حتى نتلقى ان شاء الله في فيديو جديدة ووصفة جديدة ما تنسوش تخلو لي لي لايك باش تشجعوني اني دائما نجيب لكم المزيد وكذلك تشجعوا على انو الفيديو ينتشر ويشوفوا اكبر عدد من البنات ويستفدوا حتى هما كيف استفدتوا انتوما بارتاجيوهما احبابتكم وصحابتكم واي وحدة كيهم هاد المحتوى هذا وما تبخلوش عليها التعليق زوينا لي كون سعيدة جدا كل مقاردة تتلقى ان شاء الله في فيديو جديدة ونقول لكم تلاف رئيسكم ونبغيكم بزاف وحدة لبوسة كبيرة مني لكم سلمي ريكو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر